اشتركوا في القناة وقال حكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين انه لم يكن يؤيد اصدار حكم الاعدام بحقه وقال محمد امين في مقابلة خاصة مع كردستان 24 لم اكن اؤيد اصدار حكم الاعدام بحق صدام حسين لانني ضد حكم الاعدام لاي شخص عموما ورد على سؤال عما اذا كان يعتقد ان قرار الاعدام بحق صدام حسين سيء قال لم اقل انه سيء او جيد انا ضد الاعدام بشكل عام ضد اعدام صدام حسين او غيره ونفر ازكار محمد امين اي لقاء بينه وبين الرئيس النظام العراقي السابق خارج المحكمة مشيرا الى انه تجنب لقائه كهذا حتى يستطيع ان يكون مهنيا وحياديا في اطلاق الحكم والقت قواتي الثالف الدولي القبض على صدام حسين الذي حكم في العراق والذي حكم العراق من عام 1979 وحث عام 2003 في 13 ديسمبر كانول الاول من العام نفسه وحيل صدام للمحكمة امام محكمة خاصة في عدة قضايا جنائية اقليمية وقيمت ضده وثمت ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية فحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وجرى تنفيذ الحكم صبيحة اول ايام عيض الاضحى الذي وافق 30 ديسمبر كانول الاول عام 2006 بعد فشل الاستئناف الذي قدمه وفي الاخير اذا عجبك الخبر لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة